ما أنحلت كارثة الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 حتى انهارت معه مؤسسات الدولة وسادت الفوضى ميادين الحياة كافة بفعل الدمار والفوضى التي صنعها الاحتلال في بلاد الرافدين وادعى أنها ستكون خلاقة هنا كان لابد لعلية القوم أن ينبروا للوقوف بوجه هذه الداهية وأن يتصدوا لأمور الناس في مختلف الصعود الشرعية والسياسية والاجتماعية فكانت هيئة علماء المسلمين في العراق تأسست الهيئة إذن في خضم الغزو الأمريكي وتحديدا في الرابع العشر من نيسان من عام 2003 وإلى جانب نشاطها الديني من إفتاء ودعوة بقي الهم السياسي جزءا أساسيا من اهتماماتها لا سيما وأنها ضمت نخبة من العلماء والدعاة يعاونهم في ذلك أهل الاختصاص في العلوم الأخرى ويؤازرهم عامة المسلمين والعراقيين في مواقفهم الصلبة والمشرفة التي عرفت عن الهيئة منذ 16 عاما هموم العمل لأجل العراق كانت الشغلة الشاغل لهيئة علماء المسلمين وقد لعبت دورا محوريا في مقاومة الاحتلالين الأمريكي والإيراني لا باعتبارها المرجعية الشرعية فحسب بل كونها تمثل أداة التأبير الحي عن مطالب الجماهير الرافضة للاحتلال ومفرزاته خصوصا العملية السياسية التي قضت على ما تبقى من أسس الدولة العراقية وكرست المحاصصة الطائفية والفسادة السياسية في البلاد للهيئة العديد من الفروع داخل العراق أوقف العمل بكثير منها بسبب مواقف الهيئة كما تعرض مقرها في بغداد عام 2007 للإغلاق على يد حكومة نور المالك سيئة الصيد وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الوسط السياسي والشعبي العراقي لكن ذلك لم يثنيها عن العمل الدؤوب والجاد لإنقاذ العراق مما حل به من كوارث رغم الحرب الشعواء التي شنت عليها بسبب مواقفها الوطنية شغل الشيخ حارث الضاري رحمه الله منصب الأمين العام للهيئة منذ تأسيسها حتى وفاته في آذار عام 2015 قبل أن يتسلم الراية الدكتور بوثن الضاري الذي انتخب أمينا عاما في أيار من العام نفسه ليقود مسيرة الهيئة لأربع سنوات عانى فيها العراق معانا وظلت الهيئة خلالها وفية للمبادئ التي تأسست من أجلها وقدمت في سبيل لذلك الغالي والنفيس وفي تموز من هذا العام أعيد انتخاب الدكتور بوثن الضاري أمينا عاما للهيئة لكنه اعتذر لي تفرغ للملف السياسي الذي ما زال الشغل الشاغل والسبب الرئيس في جراحات العراق التي لم تندمل بعد منهج وعمل كان شعار المؤتمر الثالث لهيئة علماء المسلمين شعارا يلخص سيرة الهيئة التي ثبتت على منهجها وبقيت تتصدر ميدان العمل الجد والمخلص لإنقاذ العراق وشعبه من نير الاحتلالين وأذنابهما